تصفى الأرواح نعيش اللحظة ونتجاوز كل اللي راح يكفلنا الحب وفضرتنا تعشق الأفراح تصفى الأرواح لا تسمح للحظة تتعكر خل ظنك خير وقلبك أكبر اللحظة الحلوة ما تتكرر السلام عليكم شراكم شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وفيديونا اليوم يجبكم كامل هنيين ومتهنيين ووحدة بوحدة وكل وحدة باسمها سنشارك معكم روتيني ومن هذا الروتين نشارك معكم طاولة عشاء سهلة ونقدروا نقول عليها راقية لخطر تقدميها حتى الضيوف مثلا جايين كضيافها كأخر لحظة عندك يارب بساعة ولا ساعتين في يدك راح تقدري توجديهم والأهم من هذا أنها أطباق بنينا بزاف خاصة الطبق الثاني أنا جبت الخضراء عندي خضراء هكام من هم اللي حت بدأت تفزاد منها اللي بدأت تتجلد راكم تعرفون مرات هكام نقضي الخضراء ستوكي تكون بزيادة ومتلقيش تدري بها ها هي قلت النم هذ الخضر هذي ندير بها سوب ندير حساء تعل الخضر اللي راح يكون فيه الكرومب يكون فيه جريوات سنارية اللفت درت هذك اللفت المدور بنين بالبزات والبطاطا المهم راح نشارك معكم وش راح ندير فيها وش راح نزيد معها بالنسبة للاسوك الخضراء كل واحدة كيف تديرها يعني كل واحدة كيف تعودت دير الخضراء في هذا اللاسوك او التواب الثاني اللي يديرهم هي بصراحة اللاسوك مانيش مارفة ندير فيها الكرومب خلاص خلاص واحد الوقت ماما كانت تمدت لها الطبيبة الشربة المعروفة باسم الشربة الحارقة للدهون يديرها بزاف اصحاب الريجيم واساس هذه الشربة هي الكرومب كيف تدقناها والغربينينا البنات لا تقولوا ماذا مليحة والشي هو انايات ضفت يعني حبيت نضيف معها خضر واحدة اخرى باش ما يكون شيء قطعه وقاطعه لاقاسح كما يقولوا المهم هنا نقص فيها عشوائيا لا يهمش كيف تدقص لا يهمش انكم تديروا معها واذا لا تديروا هنا البنات رأني مارفة ندير معها البصلة وندير معها الثوم اصحاب اليوم نسيت نسيت ما قلت معها بصلة ونثوم يعني اصلا مكان ما لدي خلص بصح المثوم نسيتها خلاص و هكاك جا تدقى لسوب بنينة لا نحكي لكم ما اصابت بنينة يعني خضرات بلا بصلة قلت معها مليح قلت الملح الفلفل الكحل قلت معها راس الحنود قلت زنجبيل قلت قلت معها و بصراحة يعني لا نمش ان نضيفها التوابل هذا وليس ان نضيفها الملح و الكوسبر الفلفل القليل و ندر لها الاسوب بالصح سأقوم بتغيره يعني تزيده او تنقصه في كاش مكون يعني خضره او توابل سيتغير شوية ذكتها درت معها الكرافس ودرت معها المعدنوس وقفلت عليها و خليتها الطيب يعني ربع ساعة او لعشرين دقيقة هذا اذا طولت راح توجد و رحت الديزيام بلالي راح ندر رولي تابطاطا يجب زاف بنين البنات نقص الباطاطا بهذا الطريق نقص البطاطا بهذا الطريق و لا يكونوا خشان عندي ثاني معها معدنوس بصلة و نحتاج ثاني الجاج اللي كنت قمت بلته درت له تتبيلتها 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 مهم بالنسبة للخضرات اللي درتها في الاسوب من هذه الخضرات تقدروا تخرجوا زوج اطباق يعني بلا من ما تدروا الطباق هذا اللي سندره لكم تقسم مثلا خضرات اللي زوج نص دروه الاسوب لاختران الاسوب درتها بزيادة يعني ما يشغل العشاء باش تقعد لغدغدوة من ذاك قلت لكم الخضرات تقسموها على زوج نص ديرو فلاسوب و نص تقصوها مكعابات يعني ما يقدرش يقليها يعني تقصيها مكعابات تقليها ما بقيتوا تزيدوا معها تزيدوا الطن عندكم حرية الاختيار كما تقدروا تخليوها غير خضرات اللي تضيفوها معها هي الفرماش وتكسروا عليها العظام وتحطوها في الكوزينيار و انتم ما درتوا قراتان خضرات تجيق بما في الضوقة لبنات قراتان خضرات على صوبة الخضرات و الحمد لله هنا كنت قليت البطاطا كما قلتوا كنت قصتها قليلا و الجاج اللي كنت قبلته قلت له معدنوز قلت له بصلازيت التوابل الخاصة بشهورما ما يتباع واجدين هنا كنت قلت فيها زنجبيل كوركم كمون كصبر فلفل الكحل و الملح و فلفل العكري خليهم و الموتارد و درت ثاني شوية على الخل و درت معها اليورت الطبيعي و خليتها في هذه التوابلة و بعدها قليتها بعدما قليت البطاطا كما قلت لكم ذلك راح نستفعها في البلاتو استفيها في البلاتو اذا يلسق لازم تدير له ورق الزبدة وتدهنيه ثاني بشوية تعزيت ولا تعزيت و تحطي البطاطا تلك اذا ما يلسقش حطي البطاطا ديركت و بعدها كبير لها العظام انا هنا قلت ثلاث عظمات و دركها راح نضعها في الكوزينيارية ربما خمسة دقائق تشد روحها من تحتها و من الفر هذا البلاتو لم يأتي لها لخطر ديجا فيه الحشوة لداخل الجاجة تشاور ماء ما يحب تزيد معها سوس تضيف السوس التي تريدها تقدر تضيف سوس بلانش وتضيف الأجبان تضيف السوس بالزيتون والشامبيون مهم كما تحبون تومها او سوس حمراء بالكمون انا هنا يدرت طماطم طماطم رابطها قليتها عادي لانها سنينة عثور و تضيفها لخطرت ثوم و الكمون يتماشوا بثيف مع بعضهم و يأتيوا بنا كما اقول لكم انا لا اتوفر عندي الثوب حكمت كمشته في الرغط الطماطم اضيفت لها الملح و فلفل الكحل و الكمون هذا ما كان و خليتها الطيب طيب يعني عادي طماطم مقلية نارمال و البطاطا تعيب بعد ما شدت كمشته العظام طابوا و شدوا مليح انا كنت اضيفت عليها من الفوق حتى يجمدوا هذا العظام و لم تنشف ليش لم تحبيتها تنشف خطر لانه نشفت يصير لها كمالاجينواس كي تجيتروا لها تبدأ تتفتت وتكسر لك وحدها حكمت اضيفت لها الفرماج البنات اضيفت اجبان خلطتهم على بعضهم و ازدت لهم جبن صندويتش هنا البنات راكم تقدروا مديروش الجاشة يعني تقدروا تدهنوها غير بالفرماج وتحكموا مثلا ان يحبوا البصلة انا ينديرها بزاف هذى الطريقة انه تقصي البصلة مربعات اضيفتها في الوسط لا عندك الطن ولا بغيتي خضره يعني خضره و اخرى مثلا جريوات بضنجال اللي يبغيوها كالخضره يعني يجي خضره في بعضها وتحكموا تديرها في النص وتروليها تحكموا لكم شركة البنات لا تتشبعش هذا الطبق يفكرني بوحد الطبق و تنضيره قبل ما نزوج اللي هو نحكموا نجيبو البطاطا البنات و الرابيوها و نديروها نفس الطريقة و نديروها الحشوة انا كنت نشفلها و كنت نديرها حشوة بالفيونداشي تأتي ثاني البنات لمثيلة لها لاسو بتاعي هنا كانت وجدت درحيتها كياني يرحيوها يزيدو لها مغرفة زبدة كيان ثاني يزيدو لها لكران فراش انا نبغي نخليها هكا على حالها نرحيها هذا ما كان اذا لاحظتوا بلي كيكوت اللوح كنت نزيدت معها مرسوط هو مش مرسوط عجاجة ذاك اللي يجي فوق الرجل يعني يجي بين ظهر وبين الرجل هذا كي يبدن اللاصص هذا ما كان ورافقتها مع سلطة اللي نبغيها اللي هي تاع الكرمبو تاع الخيار جيبزة في بنينا البنات ومليحة صرته في الليل هي انواع سلطة كامل ملاح ومفيدين خاصة في الليلة البنات خاصة اللي ما يتعشش يتعشش غير هكا على سلطة ما يدير لها لاسوس يجي الكرمبو الخيار ووحدهم يتكلوا هكا بلا حتى السوس يعني تقدر يتخلطيها غير مع الياورت الطبيعي يتعش الشاي بها أنا نبغي سلطة لكن للأسف شديد لا يكلوها ليش يعني يأكلها غير والدي صغير بالنفحات حتى هو تسماط لك يعني حاجة تأكلها غير انتية تسماط لكي تقولي على واحد نديرها وكي نضيفها ندير الحاجة والله ما نأكلها كاعدنا نأكلها غير أنا وحدة والخبز كي ما اشتوا كان شلالي تزوجه من الخبز من بره ما طيبش هذا الخطراني خبز وهذه كلاساستومات بعدما وجدت لي كي ما اشتوا قلت لكم طماطم عادية مقلية تبغيوا تدير لها الكمون كي ما ادرتنا تبغيوا ما تديروا لها الكمون انا حبيت لها الاضافة هذه الكمون لخطر ديجا الجاجراني مديرت له في التطبيع الكمون يعني رح يتماشوا بزاف مع بعضهم حطيت مع هالرولي كنت رشيت عليها رشة عمعد نوس وديكوريتها هكا بزيتون انظروا الابنات هذه الطابلة لا تدير لكم مني يديركم ساعة ونصف اذا كثرنا نقولوا مثلا هكا عندك بي بي او لديك صغافة لا تديرك تكملي في راحتك نقولوا ساعتين بالكثير اذا كثرتي لا تشد لك خلاص اليد بطاطا مقلية لها لها مع هذوك العظام يعني الوقت اللي تكون انت تقليفه في البطاطا انت ديجارك يتقليف الجاجة في مقلة واحد اخرى لا شب كي ما قلت لكم فيه كوكوطا يعني فم توجده هذا الطابلة خاصة المضييف الغفلة يعني يجيبك ضييف الغفلة وتحبي انك تكرميهم وفي نفس الوقت تحمري وجهك معاهم وهذه هي الطابلة على شتاع يربي دومها نعمة علي وعليكم ويحفظها من الزوال ان شاء الله ونعطي لكم الرولي كيفاش جاء بعد ما قصيتو البنة ما نحكي لكمش عليها البنات بنين ما شاء الله ما يتشبعش كي ما قلت لكم الحشوى رح تتلعبوا بها حسب المتوفر عندكم وحسب المقدور بتاعكم بعد الاشيات جيني صهرية كي ما دي ما نقول لكم ان صهرية هذي نديرها مرة في السمانة مش هي تاع كل يوم ولا كل يومين ولا عندي مرة في السمانة ندير هذا هذا الصهرية يعني في نهاية الأسبوع بصح هذا المرة ما طيبتو والو للصهرية يعني كل شيء واجد اذا شرطوا الفيديو اللي قبل هذا شرطوا اللاتات هذي وحكاية لاتارت هذي اللي ما شافتش الفيديو ماهيش على البلها بحكاية لاتارت هذي تروح تشوف الفيديو نحن خليكم الرابط في صندوق الوصف مع احبيبتها باتي سري هكا والوجي والحمدلله الاهل الولاد قال لك غير تحطينا الحلوى ولا شافوا الولاد الحاجة خلاص صرتوك يكون وقتها زعمة كمانايا عندي في نهاية الأسبوع لدي لهم صهرية نحط لهم فيها الحويج اللي سايلية ما نعطيهم لهم لما يشدك من اليد اللي توجهك تعطيها لما انت يتضحكي وهاكا كانت نهاية يومنا نهاية الأسبوع لكم تعرفوا بلسمانه تكون كل جريات جري من منهي مع الولاد صرتو النساء العاملة تمساكن ربي يكون في عونهم ويحسن عونهم وربي يقدرهم وان شاء الله يكون اجبكم الفيديو تكونوا ديتهم منه كمية تقائجة بيه وكمية تفائل وتفائلوه ولما تقوم بعمل وقت القراية لا تستطيع ان يكفيه الوقت ويربي تربوزي في الويكند يالله ركي فاقونس والفاقونس طويلة يالله النشاط والحيوية النوضي يدري لهم سهرية وان شاء الله الله عليهم انا خليت لكم النشاط والحيوية وما بقى ليغنقوا لكم تهلا وفرواحكم نتلاقوا في فيديو جاي ان شاء الله في امان الله لحظة الحلوة ما تتكرر في الذكرى تبقى ما تتغير لو صار اللي ممكن يفسدها انسق اعصابك لا تتهور خلها في بالك دائم وتذكر لا تحكم على الظاهر وتقرر اشتركوا في القناة